مرحبا وضحياتي لجميع أيربيرت سبينسر في الواقع واحد من كبار فلسفة العصر الحديث وأحد علام الفكر والفلسفة وعلم الاجتماع في القرن التاسع عشر وهو آخر من توفي من أعلام هذا القرن وسبينسر طبعا هو صاحب الفلسفة التركيبية تطورية وأحد أباء ما يعرف بالدروينية الاجتماعية وبالمناسبة فسبينسر واقعا هو صاحب تلك العبارة الشهيرة جدا والتي سرت على كل لسان يعني كما يقال كسريان النار في الهشيم وهي عبارة البقاء للأصلح أو البقاء للأقوى وقبل أن نمر على جولة سريعة على أهم أفكار ونظريات سبينسر لنتحدث وكالعادة قليلا عن حياته الشخصية وعن بعض من أهم سمات وصفات شخصيته فبداية هيربرت سبينسر من موليد ديربي في إنجلترا ولد في سنة 1820 وكان والده مدرس رياضيات ووجه من الوجوه الثقافية المعروفة في حينه وسبينسر كان الأبن الأكبر لوالده وليام وليام الذي أنجب تسعة أطفال تخيلوا سيموت ثمانية منهم يعني قبل بلوغ سن الرشد طبعا ليبقى سبينسر هو الأبن الوحيد على قيد الحياة طبعا انتجاهات أبيه الفكرية والعلمية بدون أن شك حببته في العلم في الفكر في الفلسفة فدرس مبادئ الرياضيات والفلسفة على والده يعني في البيت وبعدها أرسله إلى عمه ليتعلم على يديه اللغة اللاتينية وبقي في كنف عمه لثلاث سنوات كاملة طبعا بدون أن شك ستترك أثرها في تكوينها الشخصي والفكري لأن هذا العم واقعا توماس سبينسر كان رجلا مثقفا كان كاهنا متنورا كان كاتبا أيضا كان ناشطا سياسيا كان من كبار الدعاة إلى مسألة الإصلاح في داخل الفكر الديني والفكر اللاهوتي وفي داخل الكنيسة بصفة عم طبعا بعد هذه الفترة في كنف عمه عاد إلى بيت والده وبدأ بدراسة العلوم المختلفة وبشكل ذاتي يعني لم يذهب إلى أي مدرسة أو جامعة أو كلية لا وإنما بشكل ذاتي يعني تخيلوا درس الهندسة والميكانيك درسهما بعناية شديدة إلى أن أصبح متمكنا وهذا في الواقع ما أهله ليعمل بعد ذلك طبعا كمهندس تحديدا في قطاع السكة الحديدية في لندن أيضا من المهم أن نذكر أنه في هذه الفترة طبعا كان توجه سبينسر علميا محضن يعني مثلا كان يجمع بعض النباتات والحشرات فيجري عليها بعض الدراسات أو يقيم المقارنات فيما بينها أيضا في هذه الفترة ساهم سبينسر في مكان ما في تحسين صناعة الساعات في إنجلترا أيضا ساهم في تحسين حروف الطباعة التي كانت تستعمل في المطابع الإنجليزية لكن بعد مدة سيبدأ سبينسر بالتوجه أكثر إلى المجال الفكري والفلسفي فبداية كان أن يعني انتقل إلى مجال مهني جديد ترك الهندسة وبدأ العمل في الصحافة وفعلا كتب في عدة صحف ومن هنا بدأت رحلة الكتابة عند سبينسر أو بدأ سبينسر برحلة الكتابة طبعا يبدأ بعدها في مرحلة لاحقة بالتأليف وبنشر الأعمال المختلفة طيب أيضا في هذه المرحلة كان سبينسر مقتنع بمسألة تطور الإنسان من كائنات أدنى تحديدا بحسب الأفكار التي قدمها في حينه لامارك طبعا عالم قدم قبل داروين نظرية في التطور وتبنى لامارك هذه النظرية وكتب عفوا تبنى سبينسر نظرية لامارك وكتب طبعا عدة مقالات من وحيها وكتب عدة مقالات لتأييدها وهكذا إلى أن نشر داروين في عام 1858 طبعا كتاب أصل الأنواع هذا الكتاب التاريخي الذي يعني هز العالم من أقصاه إلى أقصاه من حيث أن داروين وقالي أول مرة في التاريخ الإنساني يعني قدم فكرة التطور من خلال دراسة مؤمقة دراسة منهجية دراسة علمية دراسة مدعمة بأدلة تثبت تطور الأنواع الحيوانية الموجودة اليوم ومنها الإنسان طبعا يعني من كائنات أدنى من أسلاف أكثر بدائية صحيح هناك كثر تحدثوا عن التطور قبل داروين ومنهم شخصيات عربية وإسلامية أيضا لكن الصحيح أيضا أن أحد لم يقدم دراسة منهجية عن التطور أحد لم يقدم ما قدمه داروين من حيث أنه قدم الفكرة وقدم أيضا طريقة عمل التطور يعني أوضح الآلية الطبيعية التي تسير عملية التطور وطبعا هي آلية الانتخاب الطبيعي أو آلية الانتقاء الطبيعي وهي عملية طبيعية بحتة عملية طبيعية مئة في المئة فبعد أن نشر داروين هذا الكتاب طبعا قرأه سبينسر بعناية وبعدها تبنى نظرية داروين لبل اعتبرها انتصار كبير للعلم أولا وله شخصيا ثانيا طبعا لأنها تثبت كل ما كان يتحدث عنه في مقالاته وكما ذكرت في المقدمة فاسبينسر واقعا هو صاحب مقولة البقاء للأصلح والتي يعني كان يرددها كثيرا في مقالاته عن التطور حتى قبل نشر داروين لكتاب أصل الأنواع لبل هذه العبارة يعني ستظهر في كتاب داروين يعني في واقع الأمر داروين هو من اقتبس العبارة عن سبينسر فداروين كان يقرأ لي سبينسر وهذه العبارة كانت تمر دائما أمام عينيه وابتالي عندما ألف الكتاب يعني ضمن الكتاب هذه العبارة لي سبينسر ويتحدث يعني داروين بنفسه عن الأمر في داخل الكتاب يعني يشير إلى أسبقية سبينسر في استخدام هذا المصطلح أو هذا المفهوم أو هذه العبارة طبعا تعرف سبينسر على داروين وتعمقت الصداقة بينهما وتعمق الإعجاب المتبادل بين الكبيرين فسنرى بأن سبينسر أصبح من أكبر المنظرين لداروين ولنظرية داروين وبالمقابل كان داروين يقدر سبينسر وحتى يستلهم بعض من آرائه وأفكاره لبل التقدير والاحترام الكبير الذي كانه سبينسر لداروين يعني واقعا جعله يكسر عهد عهد كان قد أخذه على نفسه ومنذ أن كان شابا فسبينسر طبعا لا ديني وعندما كان شابا وتخلى عن الدين يعني تعهد بينه وبين نفسه بأنه لن يدخل كنيسة مطلقا في حياته وبفعل لم يدخل إلى أي كنيسة إلا عندما توفي داروين فكسر هذا التقدير والاحترام والحب لداروين اضطره لكسر هذا العهد والقسم فكان أن دخل الكنيسة طبعا لحضور مراسم تشيع ودفن داروين وطبعا يعني أكمل سبينسر في مشروعه الفكري واستمر بالكتابة والتأليف والنشر إلى حين وفاته في سنة 1903 طيب حول شخصية سبينسر فهنا كما يقال يعني حدث ولا حرج فنحن واقعا أمام نموذج فريد من النماذج والطبائع البشرية فمثلا عرف عن سبينسر بأنه كان رجل لنقل جريء جريء لا يخشف الحق كما يقال لوم تلائم هذا الرجل كان لديه عزة نفس كبيرة جدا يعني لم يكن يقبل أي مساعدة حتى لو كان بحاجة لها لم يكن يقبل أي عطف أو إحسان من أحد كان يعيش من عمله من عرقه من تعبه من جهده وبالفعل رفض في حياته العديد من العروض المغرية التي ربما قد تؤثر على استقلاليته كما كان يعتقد وهناك حادثة شهيرة جدا حدثت بينه وبين الفيلسوف الآخر الكبير جون ستيورت ميل وفي حينه طبعا كان ميل هو المنافس الأبرز في المجال الفكري لسبينسر فهذه الحادثة تخبرنا بأن يعني سبينسر تعرض لضائقة مالية شديدة جدا وكان لديه مشروع لنشر طبعا أعمال متتالية متعاقبة وإجزاء من أعمال كان قد طرحها للاستثمار وفعلا أتى مساهمين وقدموا المال من أجل رفض هذا المشروع فحدث شيء مع سبينسر وبالتالي انسحب العديد من المساهمين واضطر سبينسر ليكمل المشروع من جيبه الخاص لكن أتى يوم ولم يعد لديه أي مال فكان مهددا بأن يتوقف عن النشر فهنا تدخل جون ستيورت ميل وعرض على سبينسر أن يمول المشروع من ماله الخاص أن يمول هذا المشروع لكن سبينسر طبعا شكره بلباقة وبلياقة لكن رفض هذا العرض وأكمل المشروع بجهله الخاص يعني أيضا في السابق في حياته رفض العديد من العروض المغرية يعني مثلا عندما كان شابا منحته جامعة كامبرج الشهيرة منحة مجانية قدمت له منحة مجانية لكنه رفضها لأنه لا يريد أن يكون مرتهنا لأحد أيضا خلال حياته رفض العديد من الوظائف المغرية من المناصب المهمة لنفس السبب لأنه لا يريد أن يكون مرتهنا لأحد لأنه لا يريد لشيء أن يؤثر على استقلاليته الفكرية وعلى رأيه أيضا من الأمور المثيرة في شخصية سبينسر أن هذا الرجل علم نفسه بنفسه أبدا لم يتلقى أي تعليم رسمي أو أكاديمي لم يذهب إلى كلية أو جامعة أو مدرسة أيضا من الأمور الغريبة هنا أن سبينسر تخيل كان لا يحب القراءة لا يستطيع أن يقرأ من أي كتاب أكثر من بضعة صفحات يعني قبل أن يضعه جانبا وحتى مكتبة سبينسر لم يكن فيها أي من الكتب الفلسفية المعروفة أو الكلاسيكية والتي عادة ما توجد في مكتبة أي مفكر أو أي كاتب أو في مكتبة أي محب للفلسفة والفكر لكن أيضا بالمقابل كانت لديه قدرة عجيبة على الحفظ كان ذكي جدا كان متقد الذكاء شديد الملاحظة كان يحفظ ما يقرأ وكأنه يصور يعني كما يقال فوتوكوبي وكان لديه قدرة هائلة على ترتيب أفكاره وقدرة كبيرة على طرحها وتقديمها يعني بمنتهى الوضوح والترتيب أيضا عرف عن سبينسر أنه كان لا يحب الاختلاط مع الناس كان يفضل تقضية الوقت في بيته بين أعماله بين كتاباته بين أوراقه وهو الذي يراجع ما يكتب يعني بشكل دوري بشكل دائم كان لا يقدم أي كتاب للنشر إلا بعد أن يراجعه مرة وبعد مرة وبعد مرة وبعد مرة أيضا لنقول بأن سبينسر يعني ضحى بحياته الشخصية بمسألة تكوين أسره من أجل أن يتفرغ لكتاباته ولأبحاثه فلم يتزوج أبدا في حياته وأيضا هناك أمر ملفت في شخصية سبينسر فهذا الرجل كان لديه اعتقاد راسخ اعتقاد قوي جدا بأن في داخل الإنسان يعني من مثل قوة قوة وإرادة قادرة على التغلب حتى على كل العقبات قوة طبيعية إنسانية داخلية قادرة حتى على التغلب على المرض والعجز كان يؤمن بأن إرادة البقاء بأن غريزة البقاء قادرة على هزم حتى أعتى المشاكل الصحية قادرة على الوقوف في وجه أخطر الأمراض والأوبئة وكان لديه اعتقاد بأن المسبب الأول للموت ليس المرض وإنما الخوف والهلع الخوف والهلع طبعا من المرض بمعنى أنه كان يعتقد بأن الإنسان عندما يصاب بالمرض يتملك منه الخوف والرعب وشبح الموت فهذا الإنسان باستسلامه للخوف هنا وللوهم وباستسلامه لليأس فهذا الاستسلام سيؤدي إلى حدوث مضاعفات في مرضه وقد توصل هذه المضاعفات إلى الموت لا بل قال ذات مرة بأن الناس طوال التاريخ كانوا يبحثون عن إكسير الحياة طبعا بهدف إطالة العمر في حين أن هذا الإكسير موجود في داخلهم ويتمثل في رغبة الحياة في إرادة الحياة إرادة الحياة التي نظر إليها سبينسر كقوة معنوية كقوة إرادة وتصميم قادرة على التأثير حتى على جسد الإنسان وأعضاء الإنسان سواء الداخلية أو الخارجية قادرة على تقوية مناعة الجسد وتحمل الجسد وقادرة على تحسين وضعه الصحي وقادرة على رفض الإنسان بالطاقة للاستمرار في العمل وفي الحياة بشكل نعم وبالفعل أصيب سبينسر بالعديد من الأمراض في حياته يعني منذ أن كان شابا وبدأت قصة سبينسر مع الأمراض ومع ذلك سنجد بأنه نجى منها نجى منها تغلب عليها وحتى أنه لم ينقطع عن التأليف والكتابة والبحث يعني رغم اجتداد المرض عليها في بعض الأحيان طبعا كان لدى سبينسر تقوص خاصة يؤديها باستمرار بشكل دوري وكان يعتقد بأنها تساعد على تقوية مناعة الجسد وجعله يصمد مثلا في وجه أي عارض صحي يعني من مثل أنه كان يمارس رياضة التجذيف كان يمارس رياضة المشي كان يفضل أن يكتب على ضفة أحد الأنهار القريبة من بيته كان يواظب على رياضة المشي في الطبيعة إلى آخر وفي الواقع ومن وحي هذا الاعتقاد لديه يعني يروي لنا سبينسر بنفسه في مذكراته حادثة طريفة نوعا ما فيخبرنا أنه أصيب ذات مرة بمرض وكان شابا كان ما يزال شابا فأصيب بمرض يعني لم يستطع الأطباء تشخيص هذا المرض معرفة هذا المرض وبعدها أحضرت له العائلة يعني كما يقال أهم طبيب موجود طبيب شهير جدا طبيب صاحب يعني سمعة كبيرة فأتى هذا الطبيب وبعد أن كشف على سبينسر وعلى مدى عدة جلسات خرج في النهاية إلى العائلة وصارح العائلة بأن سبينسر يعني كما يقال مصاب بمرض خطير جدا وأن أيامه أصبحت معدودة ومعربا عن أسفه لأن الطب يعني يقف عاجزا هنا عن فعل أي شيء أمام حالة مستعصية كهذه وفي حين كانت العائلة تحت الصدمة وأمام ذهول وصدمة العائلة يفاجأ الجميع بسبينسر وقد نهض من فراش المرض طبعا كان يستمع إلى الحديث فكما يخبرنا نهض من فراش المرض وكان يضحك ومن ثم توجه إلى الطبيب قائلا ما هذا الهراء بما معناه طبعا أنه ما هذا الهراء لا أنا سأعيش سأعيش رغما عن أنفك ورغما عن أنف الطب توجه للطبيب قائلا سوف أعيش يعني غصمن عنك غصمن عنك بدي عيش وغصمن عن أنف الطب بدي عيش وسوف يمتد بي العمر حتى أعزي بك ومن يدري فقد أعزي بابنك أيضا هذا ما قاله سبينسر بدي عيش غصمن عنك وغصمن عن الطب ورح ضلني عايش لحتى عزي فيك وعزي بابنك كمان وبالفعل تغلب سبينسر على هذا المرض الخطير وعلى كل أمراضه المزمنة الأخرى وفعلا عاش وعمر حتى سن الأربعة وثمانين لكن الطريف في الأمر أنه أو الملفت في الأمر أنه خلال هذه الفترة من حياته يعني بعد ما شفه من هذا المرض فبعد عدة سنوات فعلا مات ذلك الطبيب وعز به سبينسر وبعد عدة سنوات أخرى سيموت ابن هذا الطبيب وأيضا لن ينسى سبينسر أن يكون في مقدمة المعزين طيب في الحلقة القادمة سنتحدث عن أعمال سبينسر وسنستعرض أيضا مجموعة من أفكاره ونظرياته وآرائه وشكرا وإلى الله